وبالتالي فالمصاري العسكري ماشي والمصاري السياسي ماشي اعتقد من وجهة نظري نتيجة عوامل هقولها دلوقتي انه سيتم تمديد وقف اطلاق النار ويتم تمديد تبادل الاسراء ليه؟ من الجانب الاسرائيلي نتنياهو سيوافق غزبا عنه عنده اجتماع النهاردة للكابنت لحكومة الطوارئ عنده اجتماع ربما وإحنا عاديين دلوقتي الاجتماع ماشي في اسرائيل لينظروا في احتمال تمديد لما نحط ده بلس بقى انه مدير السياي اي جاي بيرنز جاي فبيرنز يعطي تعليمات مش جاي يسأل بيرنز ده ما بيجيش يقول لهم باخترح عليكم اسمعوني رأيي كذا لا ده بيجي يعطي تعليمات واسرائيل في وضعي الآن وده يعني ربما جديد تماما ان اسرائيل كانت طول الوقت تحت الحماية الامريكية هي الآن خرجت من الحماية الامريكية لتدخل بيت الطاعة الامريكي وده هيكون ليه تأثير على مستقبل ليس اسرائيل على مستقبل تركيبة الشرق الاوسط لم يعد نتنياهو يستطيع كما في السابق ولا اي رئيس حكومة قادم انه يحط على رجل على رجل قدام اي رئيس امريكي قادم ويقول له اقبل او لا اقبل لانه سيتلقى ايضا تعليمات حد بقى يقول لي اللوب الصهيوني ما اللوب الصهيوني سيبكم الكلام ده على جنب لانه اللوب الصهيوني الاي باك في الولايات المتحدة الامريكية الان ضد هذه الحكومة وهو امريكي في الدرجة الاولى قبل ما يكون صهيوني وسيستمع الى تعليمات الولايات المتحدة الامريكية لانه يريد مع امريكا انقاذ اسرائيل من نفسها انقاذ اسرائيل من نفسها مفهوم طيب عشان كده هرجع اكرر تاني اسرائيل خرجت من مظلة الحماية الامريكية واستدعيت رغم انفها لبيت الطاع الامريك مفهوم وهناك شايف انه من المرجح جدا ان يتم تمديد الهدن الاولاني عشان يخلص تخلص الحكومة الاسرائيلية ونتنياهو من ضغط الشارع لانه طالما هذا الضغط بيقول له لا ما ترتب ليش الاولويات انك تعمل العسكري الاول وتستفيد بأكبر عدد من الرهائن يفرج هطلع لي الرهائن الاول عشان نخلص من الموضوع فسيوافق الى جانب انه الامريكا عايزة تمدد ده والنهاردة مدير السياق ايه بيقول له مدد من جانب المقاومة هي ايضا مستفيدة لانه دول عبق عندها وعايزة تستفيد من الوقت والوقت ربما تحدثنا في المرة السابقة ان الوقت واحد من اهم العوامل ان لم يكن اهم عامل في العملية العسكرية صحيح وبالتالي هم عايزين يستفيدوا من الوقت يستعدوا يغيروا مواقعهم يستعدوا دفاعيا للمعركة القادمة يشوفوا اذا فيه متغير جديد سياسي سيدخل على العملية العسكرية يوقف آلة الحرب العسكرية ويهتجى هزم الوقود والغذاء ولذلك وإلى جانب انه مصر بتلعب دور مهم خطر ايضا تلعب دور مهم والولايات المتحدة تضغط بشدة لتمديد وقف اطلاق النار واستكمال الرهاء كويس اذا استكملت هذه العملية ايه اللي هيحصل هندخل مباشرة على عامل لا احد يتكلم عنه استكملت الهدنة الهدنة بس وفي نقطة مشكلة قبل ما حالك تخشلنا على السيناريو بتاع اليوم التاني او ماذا بعد لا لا ده قبل باليوم التاني طيب هي ورقة الضغط الرئيسية التي تمتلكها حماس وباقي الفصائل ايه الرهائم لا لا بس الرهائم يعني في نظرك على الاقل المجتمع الغربي وضغطه وتعاطفه مع فكرة الرهائم فكون ان حماس دلوقتي كسبت هذا الوقت مقابل خمسين رهينة فهي ما زالت محتفظة بالعدد الاكبر والنوعية الاهم هم العسكريين والجنود هو ده احنا في الست ايام القادمة لو كل يوم طلعت رقم عشرة هنوصل لمية وعشرة مثلا خمسين زائد عشرة في ستة هيبقى يعني ستين وخمسين هيبقى مية وعشرة مية وعشرة تقليل ما يزال عدد اخر صح حماس تقول انها لا تسيطر على العدد الاخر اللي موجود ومنتشر في الاماكن اخرى وبعضها مات بالقصف الاسرائيلي على بيوت لانها مش محتفظة بهم كلهم في الانفاء بعضهم في الانفاء الاهم هو انه في عسكريين صح هؤلاء العسكريين ليس معروفة ان الان عددهم قد ايه بعملية حسابية اذا خصمنا متين وثلاثين شلنا منهم مية وعشرة ان شاء الله يكونوا هدول كلهم البقيين من العسكريين صح هنا ستتغير المعادلة تماما لا يمكن للمقاومة ان تقبل بمعادلة واحد وصد ثلاثة نفتكر بقى جال عطشة ليت وكل احنا اللي عايزة اقوله فيما يتعلق به هنفتح ملف التبادل الصفقة التبادل بس بنقول ان الوضع سيختلف تماما نعم حتى لو قمت بعملية عسكرية فانه كمان دولهم اهالي اذكر هنا بانه من حرب سنة 14 في جستين اشلاء جستين لعسكر وفيه واحد اثيوبي واحد بدوي من عرب 48 من النقب موجودين وايضا فشلت اسرائيل في الحصول عليهم وتحريرهم وكان فيه مفاوضات لاجراء تبادل الاسرة وفشلت طيب دلوقتي هيبقى فيه عدد من العسكريين احنا غيرنا جلعات شليد بـ 1047 واحد حماس بتقول تبييض السجون تبييض السجون ده مصطلح فلسطيني انه مايبقاش حد في السجون طيب ده اسرائيل ستحاول حسب مزاعم الجيش تحديدا انها بضغطها العسكري يمكن ان تفرج عنهم او تضطر حماس الافراج عنهم ده سيناريو مختلف ومعادلة مختلفة تماما مفيش واحد لثلاثة احنا امام معادلة يسموها في اسرائيل حتى الكل في الكل معادلة صفرية كل دول مقابل كل دول اه صفرية قابل قابل مش قابل يا هيموتوا عندنا او نستشهد معاهم لكن لن يتم تحريرهم بالمعادلة السابقة الضغط الدولي هيقل لان الضغط الدولي بيقولك دول عسكريين كعسكريين انا اتدخل ليه صح فالضغط الدولي سيقل وهتبقى مباراة بين الطرفين اسرائيل سوف ترمي بكل سقالها العسكري في معركة يعتقد تماما زي ما قلت وانا وردتكو امر العمليات نمرة ثلاثة وتسميت يعني بالاسماء انه في الفرق 94 كان فيه فرقتين في الاساس موجودين في قطاع غزة مع ثلاث فرق مضرعة الان هي بتجهز للعملية البريه في الناحية التالية طيب طب انا سؤالي هنا حتى لو خفت ضغط الغربي والدولي ومجتمع الدولي بسبب اخلاء الرهائل المدنيين معا بعد تغيير الصورة او بعد المكسب المعنوي الكبير اللي خلطه القضية الفلسطينية والشعب في غزة والاطفال ومقتل النساء وما ذلك حتى مش حافل حكومات بس في الشوارع والرأي العام والاعلام الغربي لا وتغيير في الدول بنسبة كبيرة تقريرك اسبانيا صحيح اسبانيا وبلجيكا وارلندا صحيح عدد كبير هو السؤال هنا هل سيسمح العالم لإسرائيل بمعاودة هذه الحرب السافرة الوحشية بنفس الشكل واستعادة الصورة اللي العالم كله انتفض من أجلها طيب بس أكمل قصة الرهائن والغسرة وبعدين ننخل إلى هذه المسألة في تاريخ المقاومة الفلسطينية من سنة ليست هذه هي أول صفقة وربما لن تكون الأخيرة إلا إذا أقر السلام وقيمة الدولة الفلسطينية فلن يكون هناك صراع يستوجب وجود رهائن أو أسر في الطرفين صحيح طيب من 68 حتى 23 جرت 50 عملية تبادل أسر 50 50 عملية من 68 إلى الصفقة الأخيرة دي طيب في هذه الصفقات الخمسين تفاوتت نسبة بطلع واحد لواحد ولا بطلع ألف لواحد ولا بطلع إيه لإيه إلى آخر هشير بس بسرعة كده للتجربة شخصية تفضل في هذه التجربة الشخصية أنا كنت مسؤولا عن إحدى الوحدات اللي أسرت 8 جنود إسرائيليين لو سمحتوا حطلنا صور البطاقات العسكرية سنة 83 في البقاع في لبنان بعد حرب 82 نحن طلعنا على البقاع حدود السورية اللبنانية أثرنا وحدة إسرائيلية من 8 جنود طيب حطلنا أدي الهويات وعشان محدش بس أنا بعرف أنه ناس كتيرة دلوقتي بتقعد تقولك ده فوتوشوب ومش فوتوشوب أدي ارجع على الهوى أدي البطاقات الشخصية بتاعت اتنين من الجنود زمنت زمنت آه أيوة دي البطاقة العسكرية لاتنين من الجنود ده جندي ودي بطاقته العسكرية أي وده جندي إسرائيلي آخر دي بطاقته الشخصية بطاقته العسكرية وده صورته وحتى في بعض الشكلات كانت موجودة في البطاقة ما نزال نحتفظ بها طبعا الصفقة دي حررت احنا أخدنا ستة واضطرينا نعطي للجبهة الشعبية لأنه طلعوا في عربية الإسعافة بتاعت الجبهة الشعبية لأنه كان فيه حواجز سورية فدينا الجبهة الشعبية اتنين احنا طلعنا بالستة حوالي ستة تلاف خمس تلاف وسبعمية وكذا معسكر أنصار في لبنان كله الذي اعتقل فيه اللبنانيين والفلسطينيين تم تفكيكه والنسرة واحد وطلعنا أربعتاشر واحد من مناضلي المواطنين العرب الإسرائيليين الفلسطينيين يعني أربعتاشر واحد كانوا واخدين مؤبدات طلعنا حوالي مية أربعة وثلاثين مية واربعة وثلاثين أظن من الأسرة من الضفة الغربية وأصر خليل الوزير أبو جهاد على تحرير مكتبة كل مركز الأبحاث الفلسطينية وده كان موضوع خطير أنا حضرت ندوة في الهند وسألني واحد من أهم المحللين العسكريين في إسرائيل زائف شيف كان اسمه مات فسألني قال لي طيب فهمنا أنكو بتحرروا الأسرة بتوعكو أنتو عايزين المكتبة في إيه فقلت له أنه خليلي الوزير أبو جهاد الله يرحمه الشهيد خليلي الوزير أصر على المكتبة عشان يعلمكم أنه إحنا مش حركة إرهابية أنه الثقافة بالنسبة لينا بالنسبة للفلسطينيين تساوي نفس البني آدم ما هي أسيرة أنتو أصرت الكتب بغبوتكو الشديدة أصرت الكتب السؤال موجه ليك أنت مش لينا إحنا ليه طالب ليه حررناها السؤال موجه ليك لكن ليه أنت أصرتها ليه عملتها معاملة الأسرة ونقلتها من بيروت لأنه يختطف الأرض والحضارة والتاريخ فاضطر بيقوه قال لي بالضبط كده كنا في الهند الندوة قال لي أنا بكره طول عمري بكره هذا الرجل لكن مضطر أرفع له الطائية دائما يتعلق بموضوع الرهائن عايز أقول بس كلام مهم في موضوع الرهائن قبل أن نقفل الملف دمرت واحد أن صفقة جلعات شليت اللي هي فيها 1047 واحد باستثناء السنوار وعدد قليل جدا تم اعتقال إعادة اعتقال أغلب الذين تم تحريرهم أو قتلهم فيه اتنين على الأقل بقى عندي أسمائهم واحد من المحررين من طول كارب وقتل في غزة واحد من المحررين كان من القدس كان أبعد إلى غزة وأيضا استشهد فيه قطاع غزة والباقي أغلبهم إما قتل أو أعيد اعتقاله مرة أخرى وإسرائيل عملت جريمة تانية أنه كانوا واخدين مؤبدات بعد ما تم تحريرهم رجعت للأحكام الأديمة دي واحد أغلب الناس اللي بيتم تحريرهم في صفقات إسرائيل تعيد اعتقالهم تانية عايز أقول نقطة تانية طب قبل نقطة تانية وده لنا أشرت ليه في ذات الحلقة النهاردة ولازم يكون يعني جرز انظار كده عند المجتمع الدولي إن إسرائيل اللي بتعمله دلوقتي هي أنها فتحة في مسألة المدهمات والاعتقالات علشان بتقلل من أهمية الإفراجات اللي هي بتعملها حالا أنا أقول لك دلوقتي يعني هي بتطلع 13 في اليوم وبتقبض على 500 في اليوم منذ 7 عشرة ومنذ 7 أكتوبر حتى الآن تم اعتقال الآتي 3200 واحد من الضفة الغربية من الضفة من الضفة الغربية اللي هو بعيد عن مسرح الأحداث خالص واستشهد في الضفة الغربية أكتر من 230 واحد في الضفة الغربية آخرهم اقتحام النهاردة وانستقدمت طيارات بدون طيار في جنين وفي نابلس طيب آه في معركة مفتوحة عنيفة للغاية في الضفة الغربية مدن الضفة الغربية في جنين ونابلس وتولكرم وحتى الخليل في عدة مدن فلسطيني طبعا فأعيد اعتقال اعتقلت مش اعيد اعتقلت حوالي 3200 من الضفة الغربية في مصيبة تانية لا أحد يدري عنها شيء اعتقل عدد غير معروف هو على الأقل بالمئات إن لم يكن بالألاف من قطاع غزة واقتيده إلى أماكن لا أحد يعرفها وفي الظروف لا أحد يعرفها إسرائيل عندها تقنية اسمها بصمة الوجه نتيجة إنه كوادر حماس كانوا بيقبضوا الفلوس اللي جاي من قطر دي كان يتم تبصمهم وإسرائيل حصلت على صور اللي وجهوهم عندها تقنية زي اللي موجودة في المطار إنك تبص في الكاميرا كده صورتك تتحفظ فعملوا بوابات في شارع صلاح الدين وأكبروا الناس تعدي من هذه البوابات طبعا بصمة الوجه موجودة تعالى على جنب أنت حماس حتى لو كان بيشتغل مدني مثلا من حماس بس في وزارة أي حاجة بيتاخذ بيقلع عريان وفي مشاهد مؤلمة أنا مرضيتش أجيبها لأنها مهينة ومؤلمة بيعصبوا له عني ويقلع عريان ويهان بشدة ويلقى في سيارات وبيتاخذ لأماكن لا العدد معروف ولا الأماكن ولا ظروف اعتقاله موجودة وده كمان الضمير العالمي نايم على الموضوع ده محدش بيسأل فيهم محدش بتكلم عنهم محدش بيعرف في منظم التحريف في هيئة خاصة بيكان في وزارة خاصة بالأسرة في هيئة مستقلة فلسطينية بتتبع موضوع الأسرة سألناهم قالوا ليس لدينا أي معلومات على الإطلاق ولا أحد لا في إسرائيل نفسها ولا في السلطة ولا في العالم بيعرف قد إيه العدد احنا قلنا على 3000 دول عايز أقول قاعدة أساسية طالما حتى لو لو بيضنا كل السجون طالما أن إسرائيل ستبقى قوة احتلال فسيبقى دائما ملف الاعتقالات مفتوحا وستظل السجون الإسرائيلية تمتلئ مرة أخرى تفرغ وتمتلئ تفرغ منظمة لما دخلت وفق انتفاق أسله كان فيه 14 ألف أسير طلعت 10 ألاف أسير بقيت إسرائيل محتفظة حتى الآن بأسرة من قبل اتفاق أسله يعني من قبل 93 موجودين والكثير منهم احنا في الفلسطينيين بيقولوا كل أسير يعدي 20 سنة بيعتبروه من عمداء الأسرة في بقى دلوقتي مئات بقى لهم أكتر من 20 سنة ومحكومين أربع مؤبدات وسبع مؤبدات مروان الغبار الروسي أربع مؤبدات وخمسة عشرين سنة أظنه كذا وفيه غيرهم يعني كتير وحكومين مؤبدات يعني لو حتى يعني لو عاشوا زي سيدنا نوح مش هتخلص السنوات فده ملف الأسرة طالما أن إسرائيل ستبقى قوة احتلال فملف الأسرة سيبقى مفتوحا والقمع الإسرائيلي واعتقال المواطنين سيبقى مفتوحا وهذا الملف لن يغلق أبدا دكتور أنا لأسف وقت انتهى بس علشان برضو ندي نيوز وندي شكل كده استقرائي للمشهد حالك شايف أنه الأغلب الأعم أنه سيتم تمديد المهنة بضغط دولي وتعليمات أمريكية ووصول وليام بيرنس وأيضا حاجة الطرفين من ناحية طبعا من ناحية إسرائيل عايزة تقفل الملف ده اللي عملها صدع داخلي وضغط على الحكومة والجيش ومن ناحية المقاومة عايزة تستفيد من الوقت اللي قادة ترتيب وضعها الدفاعي وتغيير مواقعها ويعني المباراة الاستخبارية بين الطرفين طيب اتنين هل يمكن أن يحدث أي تغير في مشهد الحكومة أو النظام الإسرائيلي خلال هذه الفترة ولا الدخل الإسرائيلي مجبر على قيادته حتى تنتهي الحرب لا لن يحدث تغيير حتى كان فيه مطالبات حتى في الكنيسة يعني زعيمة حزب العمال العمل داخل الكنيسة طالبت من الآن بتغيير نتنياهو وإقالته حتى يتم الحفاظ على شكل النظام طلع أبرز منافس لي بين جانس بين جانس هو عضو في حكومة الطوارئ الآن وزعيم المعارضة كان زعيم المعارضة ووزير دفاعه موجود الآن المتالي هو المرشح هقول لحضرتك ده رفض قال لا عليه أن يبقى إلى نهاية الحرب ونتحاسب الحساب يلم في الآخر في الآخر حساب يجمع الآخر استطلع للرأي مبارح هقول لك عليه لأنه ده مهم جدا أول حاجة جانس يتفوق على جانس بياخد حاجة 42-43 نتنياهو بيوصل لـ 20 حزب اللي كود الحزب الحاكم الآن واللي كان حزب رئيسي يعني بيوصل لـ 18 وحزب جانس بياخد حوالي 44 كتلة المعارضة بتوصل لـ 77 وتهبط كتلة اللي كود وحلفاءه إلى حوالي 44 الأهم من ده في مؤشر مهم جدا سومتريتش وهو واحد من يعني غلات اليمين الديني المتطرف وزير المالية الحالي اللي بيحجب عن المنظمة ورفض أنه ديها فلوس اللي بتصرف عليها بيها على قطاع غزة الموظفين في الوزرات والتعليم إلى آخره غطاها منعها سومتريتش يفقد مقعده في الكنيسة هو وحزبه لن يحصلوا على نسبة الحسم اللي تخليه يبقى حزب موجود في الائتلاف وبالتالي إحنا دايما عايزة أقول نقطة أخيرة العالم كله يتحدث والسادة المحللين المحترمين طول الوقت يقولك اليوم الثاني في غزة اليوم الثاني في غزة اليوم الثاني سيكون في إسرائيل ونتنياهو وحكمته سيتغيره هتعقد لجنة تحقيق بعد الحرب مباشرة وسيفقد نتنياهو ربما يحل المحكمة اليوم الثاني في الولايات المتحدة الأمريكية وبيضن نزل عن الخمسين في النية في أدنى يعني تصويت له وناس بيأيدوه من يوم منتخب حتى الآن ففي نوفمبر في انتخابات أمريكية ففي يوم تاني اليوم الثاني في كثير من العواصم الدولية والعربية بسبب غزة غزة مركز مفجر لتغييرات في المنطقة كلها اليوم الثاني لن يكون في غزة وحدها اليوم الثاني سيشمل إسرائيل وأمريكا وربما عديد من دول المنطقة مرتفق مع ريك من يوم في المية أخيرا في كل جولة من جولات الصراع على الأقل الخمس الأخيرة كانت الأحداث مشابهة رغم المرة دي وطرتها وكتفتها وحشيتها أعلى لكن كنا نتمنى فقط وقف العدوان ولم يكن لدينا أمل في أي أفق سياسي